بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني بتجلنا أسئلة كتير عن الثالوس الأقدس وواضح أن في ناس متلخبط يعني نفاجأ أن البعض بيقول هو الثالوس ده يعني إحنا اللي عملناه يعني طب ما كانش ممكن بأربعة ولا اتنين طب إيه لزومه يعني أسئلة أساسا تتعبر عن عدم فهم أو واحد يقول مثلا من ضمن الأسئلة اللي بتيجي هو الثالوس يعني كان الأب عهد قديم والابن عهد جديد والروح القدس بعد كده لا الأب والابن والروح القدس شغل يعني موجودين منذ الأزل وإلى الأبد دي طبيعة الله فالأسئلة اللي من النوع ده تدل على عدم وعي شوية بسر الثالوس بداية نقول حاجة علموهلنا الأباء أن سر الثالوس هو كلام عن طبيعة الله والكلام عن طبيعة الله لا يعني أننا ندرك الله إدراكا كامل لأنه إن أدرك الله تماما يبقى مش ربين يبقى محدود فمن الطبيعي أنه يتقال عليه زمال القديسة غريغوريوس في أداسه غير المدرك غير المفحوص يعني إيه يعني مش هنقدر نجيب آخره طبعا وبالتالي الإدراك الكامل المعرفة الكاملة دي مستبعد لكن هل معناه أن إحنا ما نعرفش خالص لا نعرف نعرف بالقدر اللي هو الهلنا وبالقدر اللي يعلن نفسه لنا فالله أعلن عن نفسه أنه إله مثلس الأقاني فمنفعش نقوله طبعا ينفع ما تبقى أربعة ولا اتنين هو دي طبيعته زي واحد بيقول أنا فلان منفعش تقوله لا طبعا تبقى فلان خلاص أنا فلان الله أعلن عن نفسه أنه آب وابن وروح قدس له روح حي بروحه له لوجوس كلمة اللي لقبها بالابن ناطق بكلمته موجود بذاته اللي سمناها الله الأب أو سماها الكتاب كده إذن هذا الإعلان الكتابي ده مش اكتهاد بشري يعني مش المسيحية اللي اقترحت عن الناس إيه رأيكم في فكرة نخلي ربنا ثلوس فيش حاجة اسمها كده ده ربنا قال دي طبيعتي إحنا اللي عملناه إيه أمين صدقناك يا رب حتى لو مش فاهمينك مية في المية بس مصدقينك بدل أنت بتتكلم عن نفسك وعشان جدت لحظه أن حتى التلاميذ في حواراتهم مع مع ربنا يسوع كان في حاجات مش فاهمينها كتير ومثلا لما تكلم عن الآب كتير في لبوس بقى يقول له طب ما توره لنا أرينا الآب وكفانا فقال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا في لبوس من رأاني قد رأى الآب سؤالك ورين الآب يبقى معنى أنك مش فهمتش أن الآب لا يرى الآب أرسلني لكي يراني الناس فيعرفه أبي لكن الآب حكم طبعته لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى الله لم يره أحد قط يقصد به الله الآب في عنا واحد الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب من نفس جوهر الآب هو خبر هو أعلن عنه إذن أول مبدأ نحن لم نصنع الثالوس ولم نقترحه ولم نخترعه الثالوس هو طبيعة الله هو حقيقة الله وهو أعلنها للبشر فقبلها المؤمنون واستلمتها الكنيسة وعلمتها لولدها وبقينا بنقول أبانا الذي في السماوات الله الآب بالمسيح يسوع ربنا الله الابن وبنصلي بالروح القدس فبداية الموضوع مهم أن نراجع دائما فكرة أنه ده مش فكرة يعني الناس تقبلها أو ما تقبلهاش أو تغير فيها براحة ما فيش حد يغير في حاجة لأن دي حقيقة حقيقة ما ينفعش أنك أنت تغير فيه تقبلها أو ما تقبلهاش ده موضوع يخصك لكن ربنا قال أنا كده فما ينفعش تقول له ايش معنى نقطة تانية أحبائي كيف شرحت الكنيسة الثالوس احنا امتداد لألفين سنة فاحنا مش أول ناس هنعيش ومش أول ناس نتفاهم الثالوس الكنيسة ممكن نقول تبسيطا كده شرحت لنا سر الثالوس عن طريق تلات اتجاهات تلات مداخل أول مدخل بتشرح لنا الثالوس بالآيات تعبيرات الكتاب المقدس لأن الروح القدس هو الأل فيبقى الانجيل بيشرح الثالوس ونشوف ازاي شرحت لنا الثالوس عن طريق علاقة الثالوس ببعضه وعلاقته بينا عن طريق العلاقات ودي عنه الصحة وشرحت لنا الثالوس عن طريق الأمثال أو التشبيهات امتدادا لتعليم المسيح أنه كل شيء غير منظور وغير مدرك يشبه يشبه ملكوت الله ويشرح فالكنيسة كمان شرحت الثالوس عن طريق تشبيهات بداية لما نتكلم عن الثالوس كما قدموا الكتاب المقدس في واحد يقول العهد القديم ما جابش سيرة الثالوس لا هو ممكن ما يكونش جايب كلمة ثالوس لكن الآب والابن والروح القدس معلن طبعا في العهد القديم لما بيقول في البدء خلق الله السماع والأرض قال الله ليكن نور فكان النور كان روح الله يرف على وجه المياه حط الآيات دي جنبه بعض الله خلق بقوله بنطقه بالمسيح بالكلمة به كان كل شيء والروح القدس كان يرف على وجه المياه إذن من أول إصحاح في الله الآب الذي خلق بابنه بكلمته وفي روحه القدس كل شيء وجد فإعلان وجود الروح والكلمة والآب من أول إصحاح ما فيش حاجة غريبة طبعا ظهورات الابن في العهد القديم تؤكد عن أنه المسيح لأول مجد مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور ربنا يسوع له المجد قابل أبونا إبراهيم ظهر لأبونا سحاء ظهر لأبونا يعقوم ظهر لموسى النبي ظهر لداود ظهر لسليمان الظهورات دي كلها ليه حكايات وتلاقي الكتاب صريح جدا ورأى إبراهيم الله طراء الله لإبراهيم علمونا الأباء أن كل ما يرأى يخص الإبن إذن الأباء الكبار دول رأوا بدليل لما اليهود قالوا للمسيح أنت ما كملتش خمسين سنة بتقول شفت إبراهيم قال لهم قبل أن يكون أبوكم إبراهيم أنا كائم أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى يبقى شفني رأى وفرح معجبهمس الكلام ورفعوا حجارة يرجموا لأنه كده معنى أنه بيقول أنا ربنا طب ما هو ربنا فعلا فهنا المسيح معلم في العهد الجديد أقنوم الإبن إذن الآب أرسل ابنه في العهد الجديد ولكن ابنه ظهر من خلال ظهورات ظهورات لكثير من رجال الله في العهد القديم عشان يعلن عن وجوده لدرجة أنه سألوا عن اسمه لأنه أصبح متجسس أو أصبح في شكل ظاهري فيبقى له اسم فمثلا يقول لي يا عقوب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب يقول لأبو وأم شمشون ظهر لهم قال له أنت يعني نقول إيه لما يجي ذكرك ما إحنا شايفينك وصدنا عاوزين برضو اسم نقوله فبيقوله مش هتعرف الاسم دلوقت برضو هتعرفه قدام شوي لكن اسمي عجيب بعدين نسمع عشاية يقول يولد لنا ابنا ويولد لنا ولد ونعطى ابن تكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا يبقى هو بيتكلم عن اللي قابل يا أبونا يعقوب واللي قابل أبوه شمشون ومراته اسمه عجيب يبقى هنشوفه وهنسمعه وده اللي حصل في العهد الجديد إذن العهد القديم ذكر الثالوس مرارا وتكرارا مش وقت نحنا نرص آيات لكن موجود مثلا في سفر الأمثال المسيح هو بيتكلم عن نفسه كحكمة حكمة الله بيقول تعبير من ثلاث كلمات يقول الله أرسلني وروحه الله الآب أرسلني أنا وروحه القدوس ثلاث كلمات يشرحه الثالوس أن المسيح مرسل من قبل الله نور من نور إله حقيقي من إله حقيقي من أجل خلصنا وروحه القدوس أيضا يبقى هنا في ذكر للحكمة وقنوم الحكمة بيتكلم عن نفسه في أمثال تسعة مثلا وينسب الإرسالية من الآب وأيضا من الروح القدس يبقى فيه تحقيق لاستخدام الروح القدس ده أنتم تلاقوا مئات من الآيات فيها كلمة روح الله في العهد الأديم نأتي للعهد الجديد نلاقي بقى الآيات أوضح أو الموقف كمان أكثر وضوح ليه مثلا يوم الغطاص بنسميه ثقفانية لأنه إعلان الثالوس أوضح ما يمكن في يوم عيد الغطاص الآب يتكلم من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سرارتي بل الآب يقول ده ابني والابن قصاد عينينا في المية والروح القدس نازل على شكل حمامة فهنا فيه قضوح شديد لإعلان الثالوس الأقدس في آخر إنجيل ماتة المسيح بيقول اذهبوا تلمزوا وعمدوا جميع الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وحط كلمة اسم يبقى هنا اسم كأنه بيؤكد على الوحدانية لكن حاطت ثلاث أسماء الآب والابن والروح القدس طبعا لو مشينا مع القديس بولس نلاقي شروحات كتيرة لدور الثالوس الأقدس كلام المسيح له المجد نفسه في إنجيل يحنى بالذات تلاقوا بيكلم عن الآب تكلم عن الروح القدس بشكل واضح وصريح مثلا يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا يقول الروح القدس الذي أرسله إليكم الذي من عند الآب ينبثق ودينا نشرحها في العلاقات لكن بيقول الروح القدس أنا هبعته لكم وهو منبثق من الآب يبقى هنا فيه كلام عن الآب والروح القدس والابن ففكرة أنه الثالوس غامض هو طبعا فيه سر فيه حتة غموض فوق العقل لأنه تصور طبيعة الله صعب للإدراك من يقدر يعرف كل المعرف قديس بولس على قد ما كان مستنير بالروح وفيلسوف إنما قال الآن أعرف بعض المعرف لكن حينئذ في السماء سأعرفوك ما عرفت يقول رب أن يسوع هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي بيكلم الآب ويسوع المسيح الذي أرسلته بعد كلام كتير عن روح القدس إذن إحنا الآيات كتيرة عن سر الثالوس إحنا قلنا الشرح عن الثالوس من خلال الكنيسة عن طريق الكتاب وشروحات الأباء ثاني حاجة عن طريق الأمثال والتجبيهات يعني إيه كل ما هو غمض يبسط بتجبيهات وتمسيق وأمثال لأن إحنا مش قادرين نستوعب الأباء علمونا مثلا مثل الشمس الشمس بتشرح جانب من الحقيقة بس ما فيش مثل هيعبر عن الحقيقة كلها لما بتقول كلمة شمس قد تعني شيء من ثلاثة وإنت بتقول كلمة شمس بس قد تعني قرص الشمس بتوعي الفيزياء بقى يدرسه انفجارات كونية لهب فضيع درجة حرارة لا يتصورها العقل ممكن تكون بتتكلم من ناحية القرص نفسه ممكن تكون بتتكلم عن الشمس وتقصده النور الشعاع اللي داخل عليك تقول الشمس دخلت شمس دخلت يعني القضى نورت في رأيك أو واحد يقول أنا حاسس بالشمس أو الشمس دفتني هنا ما يقصدش قرص الشمس ولا نور الشمس يقصد حرارته لكن كلمة الشمس ما زالت هي نفس الكلمة المستخدمة لوصف تلاتة يا إما قرص الشمس أو حرارتها أو نور وفي التلات حالات بنقول شمس عشان كده لما نقول الله الآب الله الابن الله الروح القدس هو نفس اللفظة هو ثالوس في واحد هو الله برضو هنا بنقول حاجة كم الشمس جميعا تشرح لنا لبعض العلاقات ليه هو ما ينفعش تبقى شمس في معناها إلا لما يكون طالع منها نور وإلا كنت أسميها اسم تاني وكمان ما ينفعش تبقى شمس إلا لما يكون طالع منها حرارة إذن هذا الكيان اللي اسمه الشمس مرتبط في أساسه بوجوده النور والحرارة إحنا نقول إن نور طلع من الشمس النور طلع سوى ما فيش شمس من غير نور يعني ما توجدتش لحظة كان فيها قرص شمس ما كانش فيها نور يبقى ما كانش اسمها شمس سموها حاجتين وبالتالي لم يوجد اب أبدا بدون ابنه ولم يوجد الابن بدون الآب أبدا نفس الكلام عن الحرارة لو تخيلنا أن الحرارة تعبر عن الروح القدس لم يوجد الروح القدس أبدا بعيدا عن الاب ولم يوجد منفصلا أبدا عن الابن الروح القدس موجود منذ الأزل لأنه منبسق من الآب فكرة أنه كمان الأرس هو مصدر هذا النور ومصدر هذه الحرارة عشان كده فيه توحد هنا فيه وحدانية هي نفس فكرة الآب يولد منه الابن ولادة أزلية وينبسق منه الروح القدس برضو انبساق أزلية يعني الروح القدس خارج من الآب منذ الأزل ما لهاش معاد ما لهاش بداي كذلك ميلاد الابن من الآب مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إذن فكرة الشمس سهلت لي حاجة وقربت لي المسافة بسطت علي الفكرة شوية لكن هي طبعا ما زالت محدودة برضو هي مس بتوصف كل حاجة لأن الله غير مفحوص يعني مش هتقدر تجيب كل أبعاد الموضوع كمان الفكرة دي تؤكد إيه التعامل مع الشمس هل فيكو حد بيتعامل مع قرص الشمس ذاته مستحيل مستحيل لأنه عالي جدا بعيد جدا وما تقدرش تقرب وإلا تتحرق وده المعنى اللي كان بيقصده العهد القديم لا يراني الإنسان ويعيش لقى إحنا بنتعامل مع الشمس وبنسميها الشمس وفهمنا وعرفنا كويس أويه من خلال النور والحرارة بس تلاحظوا كمان النور النور يتشاف الحرارة تتحس المسيح يتشاف الروح القدس يتحس يعني إيه؟ صحيح الروح القدس مرة عبر عنه بالحمامة أو بألسنة نارية لكن في طبيعة عمله يتحس لما الواحد يمتلق بالروح يطلع منه فرح سمر الروح سلام طول أنا محبة فتقول الشخص ده روح عني الروح القدس مليه طب شفت إيه؟ لأ ما شفتش حسيت حسيت بإيه؟ شخصية مريحة، متواضعة، عفيف، نقي، بالو طويل، مليان نعمة طب أنت شفت حاجة؟ لأ ما شفتش بس فيه الروح القدس يبقى محسوس أما النور النور بيتشاف ومن هنا المسيح تجسد لك يرى فيبقى منظور ومنظور على المسبح كسد ودم بنشوفه بعينينا بالإيمان طبعا نؤمن ولأنه سر حقيقي في تحول حقيقي إذن فكرة الشمس دي الرابط المعنى لكن تاني بقول مفيش مثل بيعبر عن كل الجوانب لأنك ممكن تيجي تقول لي ما هالشمس في الآخر برضو محدود أقول لك طبعا ومفيش حد غير محدود غير الله وحده أخذين بالكم مثل تاني لو قلت لك إن الإنسان نفسه ممكن يشرح لنا سر الثالوس إزاي؟ أما أنا إنسان أهو أنا لو ما كنتش فيه روح كنت ميت يبقى مش باتكلم وما كانش يبقى فيه أي نوع من الحياة إذن أنا فيه حياة لأن جوه يروح أنت مش شايف بس دي اسمع روح فنفس الوقت لو أنا بضلت ساكت أنت مش هتفهم أنا عاوز أقول لك إيه وبش رحصل التواصل لكن اللي بيحصل وأنا بتكلم في الوقت إيه إن المنطق اللي عندي المنطق ده اللي هو مخي أو عقلي أو إدراكي أو اللي ساموه في اليونانية اللوجوس ودي كلمة من قبل العهد الجديد معروفة اللي هي النطق الزاتي أو الإدراك الزاتي أو كل الفهم والحكمة الشخصية دي ده بيطلع دلوقتي في كلامي فلما كلامي بيدخل مخك أنت بتفهم اللي أنا أصده زي اللي في دماغ يتنقل لدماغك يبقى وسيلة التواصل الأساسية هي اللوجوس اللي هي ساعة تترجم اللوجيك اللي هي المنطق يقول لك المنطق بتاعه ده يخصه هو فاللوجوس اللي هو أقنوم الكلمة ده داخل الله لكنه يتواصل معنا فربنا بيتكلم بمنطقه بالمسيح ثم هذا اللوجوس لو أنا طلعت الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي في كتاب أصبح الكتاب ده زي إيه حاجة متجسدة للمنطق اللي في دماغي حاجة تقري حاجة تمسك فإيه ممكن واحد ما يقعدش معايا لكن يقرأ الكتاب فيفهم أنا جوايا إيه طب إذن التجسد اللي هو لوجوس الله لما تجسد وصار منظورا ملموسا مسموعا ده تعبير عن أقنوم الكلمة أنا ككيان ما ينفعش تشيل حاجة من الثلاثة ما بقاش أنا فلان لو شلت كياني يبقى أنت مش شاف حك يبقى أنا اختفيت ولو شلت روحي يبقى أنا ميت ولو شلت لوجوس العقلي يبقى أنا مش عاقل فإزاي هكون الإنسان عائل وحي والله اللي خلقه ما يكونش عائل وحي طبيعي الله موجود وعاقل وحي ودي احنا مش بنقول بقى طيب ومش طيب وحكيم لا مش بنتكلم في الصفات الأخرى احنا بنتكلم في حاجات اسمها صفات أساسية أو جوهر إيه من هنا جات كلمة الأقنوم قنوم دي مش كلمة عربي وكلمة صعب يعبر عنها في اللغة العربية هيبوستاسيس دي الكلمة اليوناني معناها حاجة الكيان ما يتوجدش من غير فما يبقاش فيه كيان إلا بالثلاث أبعاد دول وبالتالي حتى الإنسان بالمثلث الإنساني بأبعاده الثلاثة بيقرب لي الصورة والفكرة بتاعت ربان ساعات واحد يشرحها بطريقة تانية خالص وينسى الإنسان الداخلي كده وياخد فكرة إيه مش أنا وإنتم لحموا ده مش احنا كلنا طبيعة واحدة بس احنا مميزين إلى أشخاص كتير ده عشان نشرح الفرق بين كلمة طبيعة وكلمة أقنوم الطبيعة معناها صفات طبيعية يعني كل الطيور طبيعة واحدة كل مثلا الساديات طبيعة واحدة كل البشر طبيعة واحدة مع اختلاف اللون والبشرة والأفعال وكل لكن داخل البشر فيه فلان وعلان وفلانة فيه أسماء كتير كل واحد بيرسون فيه شخصيات كتير قوي إذن لما أقول أن طبيعة الله واحدة يعني فيه لهوت واحد طبيعة واحدة للألوهة إذن لما بقول الله واحد مش بقول واحد مصمت مش بقول واحد صحيح لأن أنا لو قلت الله يساوي واحد بعدين رجعت أقول الله يساوي علامة اللانهاية ده كلام ما يدخلش الدماء لأن واحد يعني رقم واحد يبقى اثنين أكتر منه دلاتة أكتر منه هو الله واحد هنا مش بمعنى أنه رقم وأنه واحد مصمت كده لا هو معناه أن طبيعته الإلهية هي طبيعة واحد يعني هنا ما فيش لهوت آخر غير هذا اللهوت لكن اللهوت مشخص في الآب والابن والروح القدس زي ما الطبيعة البشرية مشخصة في الأستاذ فلان والأستاذ فلان وهنا ممكن تلاقي إيه؟ أن صفات الطبيعة مشتركة لكن صفات الشخص غير مشترك يعني إيه؟ معلش تستحملوني في الشرح والاستفادة لو أنا قلت كل المستمعين دلوقتي المتفرجين مين فيكم بيأكل؟ بيأكل دي صفة تخص الطبيعة يعني كل البشر بيأكل فطبيعة كلكم هتقولوا إحنا مين فيكم بينام؟ دي صفة إنسانية تخص الإنسانية يبقى كلنا بالنام مين فيكم بيعيط؟ هكله مين فيكم بيحب؟ كلنا دي صفات بشارية مين فيكم لابس ندارة؟ لا استنى بقى دي صفة شخصية يعني إيه؟ هتلاقي شخص لابس ندارة وشخص مش لابس ندارة يبقى هنا في صفات شخصية لكن في صفات جوهرية أو طبيعية ده اللي بنقوله عن الله الله الأب والابن والروح القدس كل صفات اللي هود فيه مين أزلي؟ الأب والابن والروح القدس مين أبدي؟ الأب والابن والروح القدس مين الله محب الأب والابن والروح القدس الحكمة في الأب والابن والروح القدس لكن مين تجسد من فاشة تقول الأب والابن والروح القدس المسيح بس مين سكن فينا الروح القدس يبقى واضح أن هنا في حتة صفة في حاجة تخص الشخص لكن لا تتنافى أبدا مع الصفات الجوهرية فالله واحد طبيعته ولكنه مثلس في أقانيمه شرحناها من مثل الشمس شرحناها من مثل الإنسان طبعا فيه شروحات أبسط وحاجات تانية كتير يقول لك السبعة دم هو ثلاث عقل طبعا كل الشروحات دي عجزة شوية ليه لأنه في المثل اللي فات فيه مشكلة أن أنا وإنت منفصلين عن بعض فإحنا شخصيات بس مش متحدين دي ما تمشيش مع ربنا الآب والابن والروح القدس لا ينفصلوا أبدا مميزين لكن غير منفصلين أبدا أنا في الآب والآب فيه طول الوقت مقدرش أقول أنا بقى كأقنوم أنا فيك وانت فيه لا صحيح الروح القدس بيجمعنا وده غرض المسيح أريد أن يكون الجميع واحدا فينا لكن احنا لسه ما وصلناش لهذه الوحدانية أما الله الواحد فالآب والابن والروح القدس مميزين لكن غير منفصلين إحنا هنا دخلنا بنشرح الثالوس عن طريق الآيات ونشرح الثالوس عن طريق الأمثال والتشبيهات ثم نشرح الثالوس عن طريق العلاقات يعني العلاقات احنا قلناها ضمنيا بس أقولها تاني العلاقات يعني إيه لما يتعال الله محب عارفين لو ما فيش ثالوس تبقى الكلمة دي ملهاش معنى وتبقى كلمة دي غلط ليه إحنا لنا عمر كبشرية ابتدينا من كام ألف سنة طب هو الله محبة من الأول ولا انضفت عليه المحبة ربنا ما بينضفش عليه حك إذن الله محبة منذ الأزل طب فعل الحب موجود إزاي في شخص الوحد وخالص إذن هو مش شخص الوحد عشان كده يقول القاب يحب الابن القاب يحب الابن يبقى فيه علاقة حب داخل الثالوس الأغدس كلام فوق عقلي وعقلك لكن فعل الحب ده موجود منذ الأزل هذا الحب الإلهي حتى لو مش قادر تتخيل المعنى الله محبة من قبل منا وانت انت وجدت من قبل آدم والحب ده اتدلع على البشرين الإنسان هو المستمتع بهذا الحب الإلهي الحب الإلهي موجود داخل طبيعة الله واضحة فهنا الإبن مولود من الآب من هنا الآب والإبن فيه علاقة وثيقة الروح القدس منبثق من الآب وهنا عاوز أميز بين كلمتين مهمين في اللاهوت الولادة والإرسال فعل الولادة للمسيح المسيح له ميلادين ميلاد أزلي من الآب وميلاد زمني من العدرة ده اللي بيسموه الإرسال الآب أرسل ابنه بدل كلمة أرسل يبقى دخلنا في زمن هو بعتهلنا يبقى دخل في زمن بقى لنا 2000 سنة اتحسبت لكن فعل الولادة ملهاش زمن نفس الكلام عن الانبساق والإرسال الإرسال فعلي يخص الروح القدس برضو المسيح بيقول أرسل لكم الروح المعزي يبقى انسكاب الروح القدس هيحصل يوم الخمسين لكن الروح القدس موجود من الأول منبسق من الأب فعل الانبساق أو الولادة ده فعل أزلي ملوش بداية فعل الإرسال الولادة في الجسد بالنسبة للمسيح من العدرة أو الإرسال الروح القدس وانسكابه يوم الخمسين ده فعل زمني ليه لأنه رايح ليه نحن وإحنا زمنيين عشان كده يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه ابنه ده موجود من الأول مولودا من امرأة أرسل الله ابنه إذن فعل الإرسال دايما يخص الزمن لكن الولادة أزلي وفي خانون الإيمان الروح القدس من الآب ينبصق تتعبير اللي موجود في وحنة 15 زي ما قاله المسيح بالزبط الانبساق من الآب هنأ ندخل في حاجة كمان علاقتنا بالسالوس الأقدس إيه قديس كيرولوس الكبير وهو لهوتي قدير جدا معترف به على مستوى العالم وأب من أباء الكنيسة اللي من التلمز عليهم ويعتبر تلميذ لأساناسوس أساناسوس كان البطرق العشرين وأساناسوس الكبير وكيرولوس الكبير كان البطرق 24 كيرولوس الكبير قدنا زي تعبير يسهل علينا فكرة العلاقة بالسالوس قال لنا بصوا تقدروا تفهموها إن كل حاجة من الآب بالابن في الروح القدس للآب يعني كلام اللي بقول تعالوا نبسط لو قلنا خلق الإنسان في واحد ممكن يقول لي مين بقى اللي خلق بالزبط أقول لهم هو واحد في الآخر واحد الخلق من الآب بالابن به كان كل شيء في الروح القدس والخلق كله المفروض يعود للآب يعني إيه كلنا زي ما قالها القديس به إبولس الرسول قال إيه لأننا منه وبه وله يعني إحنا في الآخر بنرجع له لو قلت الخلاص الخلاص غير الفداء الفداء تمموا المسيح بس لكن قصة الخلاص كلها هي من الآب لأن الآب أرسل ابنه مخلص تقدرش تجنب الآب تطلعه بره موضوع الخلاص من الآب بالابن اللي مات على الخشبة الابن في الروح القدس لأن الروح القدس هو ليس كون فيها يخلصني يديني العمل والمسيح كله ليه الآب مرة أخرى يعني إيه الخلاص يكمل لما ندخل السماء ونعود للآب نتمتع بأبديته لو قلت التغيير مثلا التوبة التوبة عطية من الآب تتحقق بالابن في الروح القدس للآب لو قلت التقديس من الآب بالابن في الروح القدس يبقى هنا فكرة العلاقات دي برضو واحد يسأل سؤال يقول طب أنا بقى بحتار وبحتاس وانا أكلم مين في الصلاة يا حبيبي اتكلم برحتك خالص لأنه مفيش صراع بأي درجة في الثالوث الأقدس يعني لو قلت يا رب يسوع خلاص انت بتصلي للثالوث الأقدس من خلال المسيح لما تيجي تقول أيها الملك السماوي المعزي روح الحق بتكلم الروح القدس ضمنيا بتكلم الآب والابن والروح القدس لما تقول أبانا اللازي في السماوات وبتكلم الآب ضمنيا بتتكلم بالروح القدس اللي فيك ومن خلال الابن الكلمة فما تقلقش في الحتة دي خالص لأنه مفيش انفصال في الثالوث الأقدس لكن يمكن اللاهوتيين الكبار مثلا الأقدس الباسيلي قديس باسيليوس بيكلم الآب خطاب للآب عشان كده يبان في الكلام مثلا يا الله العظيم الآب دي الموت اللي دخل علينا هدمت بظهور ابنك يبقى بيكلم الآب في القديس الغرغوريوس في الأقدس الغرغوري بيخاطب الابن بيقول له أتيت إلينا على الأرض ده مش للآب ده للإبن واخدين بالكم أنت عملت كده فتحت عنين العميان يبقى بيخاطب الابن نفسه يبقى ممكن يبقى الليتورجية نفسها اللي هي الصلاة الكنسية اللي رتبوها القديسين تخاطب أحيانا الآب أو الابن أو الروح القدس أما في صلاتك الشخصية لو جرت العادة بتقول يا رب يسوع المسيح لا تتردد لكن مثلا تشوفوا صلاة يسوع اللي رتبوها الأباء الكبار بيقولوا يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي بذكر الابن والآب ارحمني أنا الخاطئ لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس يبقى أنت بتصلي بالروح القدس دون أن تذكر اسم الروح القدس لكن عشان تنطأ وتقول يا ربي يسوع المسيح الروح القدس هو اللي بينطأ رحمني أنا الخاطئ كل دا عمل الروح القدس في قلبك فإذا ما بلاش نتوسوس يعني صلوا براحتكم صلوا من قلبكم لأنه في الآخر إحنا دخلنا داخل السالوس يعني أريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الاب واحد لنا لقاءات أخرى نشرح برضو السالوس والخلاص وكيف تم ومن خلال أسئلتكم وإلى حلقات أخرى لإلهنا كل مجدو كرامة إلى الأبد أمين